صدر قانون المالية لسنة 2023 في الجريدة الرسمية والذي يتضمن تخفيضات مغرية على استراض السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات وسيتم تطبيق هذا القانون بداية من الفاتح جونفي القادم وهذا ما يعني أن جزائريين بإمكانهم استراض السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات بداية من الأحد القادم إن شاء الله إضافة إلى ذلك يمكن الأفراد المقيمين استراض سيارة مستعملة مرة واحدة فقط كل ثلاثة سنوات وهذا على حساب عملتهم الخاصة ولإستعمالهم الخاص حسب نفس المادة كل هذه الأمور قالوها الجرائد والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحاجة المفقودة وهي كيفاش المواطن يحسب الرسوم الجمهورية بعد التخفيض وهذا هو اللي غادي نعلموكم في هذا الفيديو إن شاء الله بسم الله تبع معي أمليح بها تفهمني أولا نحن راعدنا التخفيض اللي هو 80 و 50 و 20% ولكن ماعدنا سعر الجمرك القادم بها نديروا عليها التخفيض يعني واش غادي نديروا دركة نجيبوا مثال ونحسبوا سعر الجمرك القادم ممكن نكملوا النقص منه 80 أو 50 أو 20% إذا نمشينا لمواقع بيع السيارات المستعملة في فرنسا شعال من واحد غادي يقول لك علاش اختاريس فرنسا اختارنا فرنسا لأن أكبر جارية جزائرية موجودة في الخارج كان في فرنسا بعد بحث طويل قينا هذا الجوهر الإيطالي اللي هي فياتسانسو ماشية 50 ألف مطرد قبل زوبسيو دير حوالي 9000 أورو وفي آخر الفيديو نديروا مقارنة بين سعر التاحة في فرنسا والجزائر وتقدر تلقى أقل منها في المواصفات وبسعر أقل على سبيل المثال تكون ماشية 80 ألف بسعر 7000 أورو مثلا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله غادي نوريكم كيف تبحث عن سيارة في فرنسا بأقل سعر ونوريكم حتى كيف هدير به تدخل إلى المواقع تبايع بالمزاد أونلين به تشري السيارة بأقل سعر أهو دركا نوري والفياة سانسون تاعنا قلنا السعر التاحة 9200 أورو نديروا 9000 أورو به يجي الحساب واضح ملاحظة الرسوم الجمهوركية يحسبه على سعر الأورو في البنك ماشي في سوق سكوار يعني 9000 أورو هي 126 مليون سنتيم يعني 126 مليون سنتيم هو المبلغ اللي نحسبه عليها الرسوم الرسوم الجمهوركية بالتقريب 35% اللي هي 44 مليون سنتيم والرسم على القيمة المضافة 19% اللي هي 32 مليون سنتيم يعني سعر الجمهوركة هو 76 مليون سنتيم آه هذا الرقم النقص منه التخفيض اللي دارته الدولة اللي هو 50% على السيارات البنزين اللي تصبح رسوم الجمهوركية هي 38 مليون سنتيم يعني سعر الأخير للسيارة هو 227 مليون سنتيم بدون احتساب قيمة الشحن أو أي مصاريف أخرى لأن سعر الشحن يختلف من شخص لآخر مثلاً كان اللي ينزل بها وكان اللي يجيبوها لعائلته وإذا دخلنا مثلاً واد كنيس وبغينا نعرف وش عالد دير هذا السيارة في الجزائر نلقاهها بسعر 420 مليون سنتيم يعني الفرق في السعر حوالي 185 مليون سنتيم ما بين تشريها وحدك وتهبطها وما بين تشريها في الجزائر وفي الآخر إذا استفت من هذا الفيديو دير جام مشترك في القناة والملتقى في الفيديو الجاي إن شاء الله سلام ترجمة نانسي قنقر